موسيقى قال يسوع أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس حبائي في أيام المسيح كل بيت عنده ملح وعنده نور طبعا في هذه القطعة رب يسوع بيقول أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم فالملح والنور ضروريان وطبعا إذا فقدوا يفقد المسيح تأثيره على العالم الملح ضروري جدا طبعا بيتوجد في كل بيت والملح له استخدامات كثيرة طبعا أهم استخدام هو حفظ الطعام لأنه قديما ما كانش فيه التلاجات وكانوا إذا بيستاروا السمك أو بيتبحوا الذبايح لازم يملحوا كل شيء حتى تثبت وحتى يحافظ على الطعام شيء تاني الملح بيعطي طعم بيعطي مذاق للطعام للأكل وبيعطي شهية الأكل من غير الملح بيكون حلو مش طيب فمشان هيك مهم جدا أنه الأكل يتبهر ويتملح النبي أيوب قال هل يؤكل المسيخ بلا ملح؟ يعني بكلمات أخرى اتملح الطعام طبعا واحدة من الاستخدامات المهمة جدا للملح كان يستخدم في الذبائح في شريعة اللويين في شريعة موسى تطهير الذبائح وطبعا إصلاح كل تقدمة وذبيحة للرب بالملح حتى تكون متكاملة لا تفسد لأنه بيعطي صلاحية أو بتصلح الذبيحة شيء آخر الملح أحبائي في العهد القديم كان يسمى عهد ملح بحسب سفر العدد إصحاح 19 عهد الملح هو بكل بساطة دلالة على ثبوت هذا العهد أي ملح بيتحط مثلا في ماء أو في أكل في طعام الملح ما بروح بيضل متخلل مثل العهد بيتكلم عن ثبات العهد وعن قيمة هذا العهد إنه عهد أبدي طبعا بملح وبتعرفوا العادات الشرقية لما بتتكلم مع واحد بتقول له على فكرة في بناتنا عيشوا ملح في خبز وملح هذا كان جزء من العهد قديما واحدة من الأشياء اللي بيعملوها بالعهد قديما ثم أحبائي الملح بيتميز بالنقاء لأنه شمس وماء وطبعا الملح يعني يثير العطش وكتير مرات الملح قديما بالتحديد في أيام الرومان كان يستخدم كعملة كمعاش يعني بيخذ الأجار ملح وهي الكلمة اللي أجد في الإنجليزة لما بنقول كلمة سالري أو من الكلمة الفرنسية اللي هي بتعني الملح كان من زمان بيسموه الدهب الأبيض اليوم إحنا بنسميه القاتل الأبيض السكر والملح والطحين الدقيق الأبيض بس من زمان كان بيسموه الدهب الأبيض اللي معاه ملح أو بيمتلك ملح يعني بيكون شخص معتبر عنده قيمة وعنده طبعا إمكانيات الشيء الثاني يا حبائي المسيح المسيحي مسؤول عن حفظ الأخلاق والعدالة الاجتماعية في هذا العالم يعني بكلمات مبسطة المسيحي لازم يكون ضمير في هذا المجتمع بدون المؤمنين بدون الكنيسة يفقد العالم طعمه فالمؤمن بيعطي الطعم للعالم والمؤمن بيعطي بركة لهذا العالم والمؤمن هو مؤثر فعال إيجابي في هذا العالم فطبعا مهم جدا ندرك أهمية المؤمن كملح للأرض في هذا العالم هذا الملح أحبائي بيعطي طعم بيعطي مضاق بيصلح التقديم الذبيحة كان يستخدم كمعاش وطبعا إلو استخدامات كثيرة جدا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير حتى أرتاح شوي من حرارة الشمس برجع كمان شوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر